اشتركوا في القناة الموافق الثاني إلى الثامن عشر من رمضان لعام 1431 للهجرة الموافق الثاني عشر إلى الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2010 ميلادية الرعاة الذهبيون الرعاة البرونزيون الرعاة البرونزيون الرعاة البرونزيون اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أيها الإخوة والأخوات مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يُعقد الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي نشكر رعاة الملتقى وهم مجموعة النابودة وبنك دبي الإسلام وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب وجمعية بيت الخير أيها الإخوة والأخوات أولئك آبائي أولئك آبائي بن المجد والفدى بن البر والحسنى بن الخير والندى تراهم كماتا في الوغى ردأة الضحى وتلقاهم في الليل لله سجدا أولئك آبائي أولئك من غدوا أبات الحمى إن داس أرضهم العدى أولئك آبائي أولئك إن غدت ديارهم نهبى تداعوا إلى الردى أولئك من طاحوا بكل ضلالة وكانوا دعاة للسلام وللهدى وما نفروا يوما ثقالا إلى الوغى ولكن خفاف إن دعوا دعوة الفدى وما همهم دنيا الهوى وحطامها فكم طلبوا في الدين مجدا وسؤددا وما ظلموا قوما وما جار حكمهم بجار وما راموا سوى الدين مرشدا فمرشدهم قرآن هدي منزل وما اتبعوا إلا النبي محمدا هم السلف الهادون للحق والتقى فيمم هداهم تلتم السبل الهدى فيا طالبا تاريخ آباء أمة وسيرة قوم نافسوا المجد محتدا أصخ لعلي آل ياسين واسمعا لسيرة من ساد الأنام على المدى أولئك آبائي هو العنوان الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي آل ياسين فإلى المحاضرة ومع المحاضر نمضي وقتا نافعا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع يا الله يا الله يا الله يا خالقنا يا رازقنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة جمعتنا بلا أنساب ولا أحساب فاجمعنا في جنتك يا رب الأرباب إخوانا على سر المتقابلين يا الله يا الله يا ربنا هؤلاء إخوتي وأخواتي تركوا أموالهم تركوا أزواجهم تركوا أولادهم تركوا الدنيا خلف ظهورهم وأتوا حتى يسمعوا كلامك وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم كما تركوا لك في هذه الليلة الدنيا فاجمع لي ولهم بين الدنيا والآخرة اللهم فرج همومهم اللهم نفس كروبهم اللهم يسر أمورهم اللهم شرح صدورهم بارك لهم في خلقهم في أخلاقهم في أولادهم في أعمالهم في أعمارهم اجعلني وإياهم هداتا مهتدين لا ظالين ولا مظلين ألتقي بكم أحبة في الله ألتقي وإياكم لنرتقي في هذا الملتقى المبارك الذي وفق الأحبة في هذا العنوان نعم نلتقي لنرتقي نرتقي في الدنيا بالإيمان وطاعة الرحيم الرحمن وبإذن الله نرتقي في أعالي الجنان رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى أولئك آبائي هو عنوان هذا اللقاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع عن من أتحدث في هذه الليلة إنني أتحدث عن جيل فريد وعهد مجيد خيرة الله من العبيد بعد رسل العزيز الحميد عليهم صلوات ربي وسلامه إنهم الصحابة الصحابة وأنعم بهم من رجال كالجبال شرف التاريخ بأن وضع أسماءهم في صفحاته إنهم أحباب الرحمن وأصحاب سيد ولد عدنان ومن نال الرضوان من الواحد الديان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم اسمع إلى هذه الكلمات ممن؟ من ابن أم عبد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول عن الصحابة؟ قال الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجموا إنهم الصحابة الصحابة خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين فضلهم عظيم فضلهم عظيم نقلوا لنا الدين نقلوا لنا كلام رب العالمين نقلوا لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك القدح فيهم قدح في الدين قدح في الدين هم الذين بلغون آيات القرآن وحدث الرسول العدنان ألي أفضل الصلاة وأتم التسليم اسمعوا ماذا يقول حبيبكم ورسولكم عليه الصلاة والسلام في فضائلهم اسمعوا قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون وقال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة إنهم الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي الزبير عبد الرحمن بن عوف وناس قد حطوا رحالهم في الجنان وهنا من يتنقصهم من بني الإنسان اسمعوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حق من يتنقصهم وينزل وينزل من قدرهم قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة هل تدرون هذا الخطاب لمن من الذي تغيض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لقد تغيض رسولنا عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمات لخالد بن الوليد سيف الله المسلول حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف مشاحنة بعض المحادة والكلام فغضب عبد الرحمن بن عوف وشك ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه كلامه إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول وهو من الصحابة وقلوا هذا الكلام لا تسب أصحابي فلو أن أحدكم أنفق والكلام لمن؟ لخالد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لو أن مثل خالد أنفق مثل أحد ذهب وهم المتأخرين في الإسلام ما بلغ مد المتقدمين الأولين ولا نصيفة فماذا يقال في حقنا؟ ماذا يقال في شأننا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعد أي هدفا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى ومن آذى الله يوشك أن يأخذه هل بعد تعديل الله لهم مطعن أو كلام؟ وبعد تزكية الرسول عليه الصلاة والسلام قد حم فيهم أو ملام؟ إنهم الأئمة الأعلام والرجال الكرام في هذه الليلة سأقف أنا وإياكم على استحياء مع سير مشرقة من سير أولئك الأبطال نأخذ منها الدروس لتزكوا بعدها النفوس أولئك آبائي فاجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع والله وبالله وتالله أتكلم وأن لست أهلا أن أتكلم عن أولئك الأبطال أولئك الرجال لكن لعلا نتشبه بهم فإن التشبه بالصالحين فلاحوا نعطر الأسمع بسيرهم نأخذ منها الدروس تضيء لنا الطريق الموصل إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أولئك الأبطال سيرهم تحتاج إلى ليالي وشهور وليس إلى دقائق معدودة فعذرا منهم ثم عذرا منكم أحبتي هي إشارات إشارات من سير أولئك الأعلام حتى نستفيق من هذا النوم أحبتي في الله الصديق وما أدراكم ما الصديق لماذا سمي بالصديق إن في تسميتي بالصديق عجب أتاه أبو جهل أتاه المشركون قالوا ألا تعلم بخبر صاحبك ماذا يخبر قال أخبرنا أن أسر به إلى بيت المقدس فصل بالأنبياء ثم عاد من ليلته كلام إذا كان هناك من إيمان فيه شك وإيمان مهزوز يحتار وكثير من الناس احتاروا لكن الصديق لا الصديق لا قال إن كان قالها فقد صدق إن كان قالها فقد صدق فلقب بالصديق من تلك اللحظات قال إن يصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو في روحة فلو يصدقه فيما أقل من ذلك خبر السماء يأتي الوحي من فوق السبع السماوات يصدقه في ذلك ما يصدقه في مسافة كيلومترات قليلة الثاني اثنين الثاني اثنين تبجينا له نقف تعظيمه شرف ما بعده شرف هو الذي نصر المختار أيده مصدقا حيث ظن فيه واختلف يزلزل الأرض إن خطب ألم به ويبذل الروح إن ديست له الطرف ويشهد الغار والخيط الذي نسجت منه العناكب سترا ليس ينكشف بأنه الصاحب المأمون جانبه مهما وصفت سيبدو فوق ما أصفه الوقف الأولى معه رضي الله عنه وأرضاه تلك الوقفة العجيبة يرويها الإمام أحمد عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه يحكي تلك الوقفة مع أبي بكر الصديق واخذوا منها أيها الأحبة الدروس مع ذلك الرجل الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة الإسلامية ما غره ذلك المنصب ما غره أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما غره أنه صاحبه في الغار ما غره أنه صهره أبو زوجته تأملوا تأملوا ماذا حدث بينهم حدثت مشانة حدث بعض الكلام وكان فخرجت بعض الكلمات لعل فيها عتبا على من على ربيعة فغضب ربيعة فلما راجع كلمات أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه راجع تلك الكلمات وجد أنه أخطى في حق ربيعة فقال يا ربيعة رد عليه مثلها يا ربيعة رد علي مثلها فقال لا قال والله لتردن علي مثلها يريد القصاص في الدنيا قبل الوقوف بين يدي الواحد والديان رد علي مثلها قال لا قال لا أستعدين عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام فانطلق أبو بكر وربيعة يعد خلفه فإذا بقوم أسلم قوم ربيعة كانوا واقفون وسمعوا الكلام أخذوا يتبعون ربيعة يقولون ما لك ولا هو هو المخطف حقك يستعجي عليك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال ما قال فتأملوا ماذا قال من رباه القرآن ماذا قال من رباه رسول الأنام عليه الصلاة والسلام قال لهم قال لقومه قال ربيعة تدرون من هذا تدرون من هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة في الإسلام إياكم لا يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب فيأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب لغضبه فيغضب الله جل وعلا لغضبه ما فيهلك ربيعة والله أمر عجيب من ذلك الرجل هو على صواب لكن يعرف قدر الصديق يعرف مكانة الصديق وفعلا رجعوا وتبع ربيعة تبع من تبع أبا بكر حتى وصل فإذا بأبي بكر يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام بما دار بينهم فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يخبر الرسول أنه هو الذي أخطى ونلحق لربيعة ونطلب منه أن يرد عليه مثلا فرد فلم يرد عليه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أي لربيعة لا لا ترد عليه يا ربيعة ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر فقال ربيعة غفر الله لك يا أبا بكر فولى أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يبكي انظروا إلى البكاء إلى دموعه على فكرة أبا بكر رضي الله عنه أرضاه عرف بأنه البكاء بدموعه تنساب على وجنتيه خوفا وفرقا من المولى جل في علاه إذا صل يبكي إذا ذكر يبكي إذا وعظ يبكي إذا ذكر يبكي فهو الأسيف رضي الله عنه وأرضاه وانظر إلى تألك التواضع منه بآبائنا وأمهاتنا نحتاج إلى ذلك نحتاج أن نراجع أنفسنا إذا أخطأنا في حق إخواننا لا تأخذنا العزة بالإثم أخطأت اعترف وإن اعتذر منك فاقبل قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسول صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهر لنبينا في نصره وهما له صهران الوقفة الثانية مع أبي بكر الصديق وأنا أطرح وأعطر أسماعكم بهذه الوقفة العجيبة هناك سؤال والمفترض أن هذا السؤال يكون في بداية الحديث الصحابة من كوكب آخر الصحابة خلق خلقوا من الملائكة من نور هم بشر مثلنا بشر مثلنا ما الفرق بيننا وبينهم ما الذي جعلهم أعلام وجعل منا كثير من الناس أقزام هذا السؤال وأنت تسمع هذه الوقفات أجب نفسك بنفسك عليه لكن وأنت تسمع سوف أعطيك إجابة أعجب إجابة أعجب قالها بعض أهل العلم قال إن الفرق بيننا وبين الصحابة شبر شبر بيننا وبين الصحابة شبر عجيب ما هو هذا الشبر وما ذلك الفرق بعد أن نعطر الأسنع في الوقفات أجيبكم أحبتي في الله الوقفة الثانية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لاحظ عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر كان إذا صلى بالناس صلاة الفجر انتظر حتى تشرق الشمس ثم يغادر يذهب بعيدا في أطراف المدينة يتكرر ذلك منه مرارا وتكرارا فانطلق عمر في ذلك اليوم خلف أبا بكر الصديق ينظر أين يذهب فيتبعه يتبعه في طرق المدينة حتى خرج منها فإذا ببيت وضيع حقير في أطراف المدينة دخله أبو بكر فلبث مليا ثم خرج منه وعاد أدراجه إلى وسط المدينة فلما خرج أبو بكر دخل عمر إلى ذلك البيت إلى ذلك الكوخ ينظر ما الذي أدخل خليفة المسلمين فلما دخل فإذ بير عجوزا كسيرة حسيرة عميا فسلم عليها من أنت يا أمة الله قالت عجوز كسيرة عميا ليس لأحد قال وهذا الرجل الذي دخل عندكم قالت لا أعرفه يأتي في كل يوم في مثل هذا المعاد ينظف بيتي يحلب شاتي يقم بخدمتي أتعرفينه قالت لا والله لا أعرفه فجلس عمر رضي الله عنه يا الله يبكي يقول أعثرات أبا بكر تتبعي يا عمر لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه سل الصحابة عن بدر وإخوتها سل الذين على أضلاعهم من شاهر سيفه فوق العريش ومن يحفه النصر بل بالنصر يلتحف هو الذي خصه الرحمن منزلة هي المعية إذ نصت بها الصحف هذا العتيق الذي لن نار تلمسه ولا تلبس يوما قلبه الوجف هذا أبو بكر الصديق هذه بعض الوقفات اليسيرة على استحيان طرحها من سيرة ذلك العلم ذلك الإمام خير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من يلقل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الحديث عنه يطول لكن هي شذرات وهي نفحات لعل المولى عز وجل يجعل وإياكم بها من المنتفعين وهذه صور صور أخرى لعلم من الأعلام إنه الفاروق وما أدراكم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه الملهم الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه إن في إسلامه عجبا إن في قصة إسلامه عجبا نعم أسلم بآيات آيات قليلة قرأت قلبه فكانت سببا لهدايته وانتقاله من الشرك إلى الإسلام من الظلام إلى النور وكثير من الناس يسمع كلام الله من الفاتح إلى الناس ما هزت فيه شعرة ما غيرت من أحواله ما غيرت من منهجه على ظلمه على فسق بل ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يكون في بعض الأحيان حتى على كفره والآيات ما هزت له بنانا ولا حول ولا قوة إلا بالله عمر عمر ذهب إلى أخته عندما بلغوا خبر إسلامي وإسلام زوجها فسمع تلك الهينمة دخل سألهم ماذا يقرؤون ماذا يقولون فأخبروا بإسلام فضربها وضرب زوجها فأدماها فقالوا أسلمنا نعم فنظر الدماء على وجه أختي فكانت منه رقة فطلب تلك الآيات التي كان يقرؤونها تلك الصحف التي كان يقرؤونها فأخرجوها له بعد أن طلبوا منه أن يتطهر فقرأ آيات آيات فقط بسيطة غيرت حياته غيرت منهجه أصبح من جبار الجاهلية إلى فاروق الأمة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى سمع سمع بقلبه سمع بقلبه بعض الناس يسمع بأذنه يقرأ بعينه لكن القلب هايم في الوديان أحبتي في الله ليس المراد من مجرد القراءة فقط القراءة لكلام الرحيم الرحمن ليس المقصود هو مجرد السماع لذات السماع المطلوب والمقصود من القراءة من النظر من السماع أن تتحصل إلى السماع الحقيقي سماع القلب ألا وهو التدبر ربنا جل في علاه ما قال أفليسمعون القرآن أفليقرؤون القرآن لا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عمر سمع بقلبه فتغيرت حاله أصبح فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه حسب القواف وحسب حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها اللهم هب لي بياناً أستعين به على قضاء حقوق ما تقاضيها قد نازعتني نفسي أن أوافيها وليس في طوق مثل أن يوفيها فمرسري المعاني أن يواتيني فيها فإني ضعيف الحال واهئها الوقفتين كل رجل من الأعلام لعلي أذكر له وقفتين الوقفة الأولى للفاروق رضي الله عنه رضي الله عن الفاروق في عام الرمادة عام الرمادة عندما أكل الناس الأخضر واليابس أكلوا الجيف أكلوا الميتة أكلوا الجلود وقف عمر رضي الله عن عمر يخطب في الناس بثوبه الذي فيه أربعة عشر رقعة يخطب في الناس وهو يخطب إذ بالناس يسمعون صوتاً غريباً صوت قرقرة فالتفتوا فإذا بها صوت أمعاء عمر بطن عمر يقرقر لفت انتباه الناس لفت انتباه عمر فتوقف عن خطبته ونظر إلى بطنه وقال قرقر قرقر أو لا تقرقر والله لن تشبع من الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين لا إله إلا الله الخليفة الأول تحت يد ميزانية الدولة الإسلامية ومع ذلك ماذا كان طعامه طعامه الملح الزيت الخبز الناشف ما استحوذ ما أخذ الملذات وتلذذ أبداً حاله كحال أقل الرعية والله لن تشبع من الزيت حتى يشبع أبناء المسلمين هي دعوة للأغنياء لأهل الأموال ينظرون إلى أحوال الفقراء في البلاد الإسلامية زرت كثيراً من البلاد الإسلامية وجدت والله أناساً بالكاد يسترون العورات وبالتقريباً بينهم وبين رجل 2 كيلو متر تقريباً يسكن في القصور من لهؤلاء الجوعة من للمساكين من للمحتاجين من الفقراء أين التفعيل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هل تعلمون أقولها بمرارة هل تعلمون أن بعض نساء المسلمين تفرط في عرضها لأجل كسرة خبز إيه والله تفرط في عرضها ما وجدت من يطعمها يحكي تلك الوقفة أحد الفضلاء في مكتبه طرقت عليه إحدى النساء فقالت ما هذه العبارة والرجل أعرفه قالت أنا لي ثلاثة أيام أبحث طعاماً لأبناء ما وجدت رفض الناس أن يعطونني صاحب السوق الماركت بقال أن يعطيني فأين أذهب أتيت إليك فقال انتظري خارجاً لحظات وآتك الرجل كان مشغول أعرف أنا في مهمة في مكانة في عمل يجعل دائماً مشغول قال انتظري قليل حتى يفرغ من مهمته من أعماله لكن مع الأعمال نسيها هي ظنت أن الرجل لا يريد أن يعطيها ويريدها أن تنصرف فانصرفت بعد تقريباً ساعة ونصف أو ساعتين إذ بأحد الفضلاء من رجال الحسبة يتصل عليه السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله ما أتتك امرأة قبل تقريباً ساعة ونصف أو ساعتين تطلب منك خمسين ريالاً لأبنائها قال والله نسيتها أين ذهبت قال قبضنها قبضن عليها ركبت مع شخص بخمسين ريال أعرفهم والله أعرف هؤلاء الرجال تبكي المرأة تقول والله ما وقعت في حرام والله ما سلكت الحرام لكن أبنائي يموتون أمامي سبحان ربي العظيم خمسين ريال جعلت تلك العثيفة تفرط في عرضها إذن أين أهل الأموال والملايين يتفقدون أعرام المسلمين ومساكين المسلمين واعلم أن ذلك من أفضل الأعمال في الحديث الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر هذا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويا بشر لكم يا أهل الإنفاق قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر نريد أمثال عمر رضي الله عنه وأرضاه يفكر ليس فقط ليس فقط في البشر بل في البهائن يقول وهو في المدينة والله لو عثرت بغلى في العراق لظننت أن يحاسبني المولى عز وجل ويسألني عنه المولى جل في علاء يا من يرى عمرا تكسه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشعه الوقفة الثانية وأيضا مع فاروق الأمة في ذلك اليوم المشهود ذلك اليوم العظيم في فتح بيت المقدس بعد أن حاصرت جيوش المسلمين حاصرت النصارى فقرروا أن ينزلون على الصلح مع المسلمين ويسلمون مفاتيح البيت لكن رفضوا رفضوا أن يسلمون مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر يذكر أهل السيار كابن كثير وغيره أنه مذكور في الأناجيل أنهم لا يسلمون إلا لعمر باسمه وصفته فأرسل أبو عبيد إلى عمر يخبره بطلبهم فأرسل رد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه يخبره بالمجيء وفعلا قدم عليهم وفي كل يوم كان يخرجون يتحينون مقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى كان صبيحة ذلك اليوم وهم في كل يوم ينتظرونه ينتظرونهم بعض الروايات قالت أنه أتى عمر وخادمه لكن الأصح بعد البحث والتمحيص أنه أتى عمر لوحده بعض الروايات أنه هو الخادم لكن الأصح أتى لوحده أتى لوحده وهو خليفة المسلمين أين الحشود والجيوش أين الخدم والحشم لوحده وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بيت المقدس انظروا المسافة لوحده وهم ينتظرون في ذلك اليوم صبيحة ذلك اليوم إذ ذهم يرون رجلا قد أقبل من بعيد كما يقول ابن كثير واللفظة لابن كثير يقول تلوح صلعته للشمس قد نزع عمامته من حرارة الشمس يقول تلوح صلعته للشمس اقترب ذلك الرجل النصارى والقساوس واقفون يظنون أن هذا هو الطليعة أرسل يخبر بمقدم أمير المؤمنين من خلفه فاقترب الرجل ينظرون إليه فإذا بنهر معترض فنزل ذلك الرجل من على بعيره فخاض الماء وقد نزع خفيه بيده ويجر البعير باليد الأخرى يخوض الماء فلما اقترب نظروا إليه عرفوه عرفوه بردائه بذلك الرداء الذي لا يجد غيره بذلك الرداء الذي فيه أربعة عشر رقعة كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أقبل إليهم في دهشة من النصارى ودهشة من المسلمين لوحده أين الخدم أين الحشود أين الأصحاب لوحده فقال أبو عبيدة تلك المقالة قال يا أمير المؤمنين خيبتنا خيبتنا أي المعنى بين قوسين فشلتنا النصارى وكبراء علماء النصارى القساوي سينظرون يريدونك تأتي في موكبك في محفلك تأتي لوحدك وبهذه الهيئة وبهذا اللباس خيبتنا يا أمير المؤمنين فغضيب عمر ثم ضرب على صدره وقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة كان في علم آخر كان في درة درة عمر إذا في حب على قولة الشيخ سعيد مصفر حب ناشف تطحن نعم درة عمر تنين القساوة التي في الرؤوس تعدل العوجاج لكن هذا أمين الأمة له تقدير واحترام قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة ثم قالت تلك المقالة التي والله وبالله وتالله نحتاجها حقا في زماننا قال كنتم أذل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذل لكم الله ماذا كانوا العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام رعاة للإبل والغنم لا أحد يأبه بهم ولا يضب لهم حسابا أصبحوا قادة الأمم بهذا الدين بهذا القرآن بهذا السنة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ننظر إلى أحوال المسلمين في كل مكان ما أهون كثير من بقاع المسلمين ما أهونها عند أعداء الدين ما أهونها عند أعداء الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله والسبب أنهم تركوا المنهج تركوا الطريق المستقيم وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة أي بالربع وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطى دمع العين مجراه لا در در مرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماهو الأحبة يقولون قاربت المحاضة على الانتهاء لكن لا زال في الخاطر كلمات وكلمات وهناك من هو أفضل مني وأعلم يتحدث بعدي لا أريد أن أخذه من وقته لكن إشارات سريعة مع أولئك الأعلام وسيدنا الحضير وسيدنا الحضير نزلت الملائكة تستمع لقراءته في بيته فكيف أحوال بيوت المسلمين الآن ماذا يسمع فيها الصحابة كانوا يعطرون الأنداء يعطرون الأسماع بكلام فاط الأرض والسماء فتنزلت عليهم الملائكة فماذا يسمع في بيوتنا الآن ماذا أشعش فيها الآن من شياطين ماذا جلبت لنا من الهموم والغم ولا قوة إلا بالله جعفر الطيار لماذا سمي بالطيار لأنه في معركة مؤته رفع الراية بيميني قطعة رفع الراية بشمالي قطعة احتضنا الراية فطعنا حتى استشهد فأبدله المولى جل وعلا في الجنة بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء غسيل الملائكة عجب عجاب ما غسل الملائكة حنضلة ابن أبي عامر لماذا غسلته الملائكة رسولنا عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة تغسل حنضلة في صحاف من ذهب بماء المزن فسألوا زوجه قالت خرج جنبا من تضر حتى يغتسل لأنه سمع نادي المنادي نادي الجهاد كن كالصحابة كن كالصحابة في زهد وفي ورع هم القوم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأصدغاب إذا ناد الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه وأيضا أنت يا أمة الله أنت يا أمة الله لك في هذه الليلة رسالة من الملكة من هي الملكة إن تلك الحية العجيبة سيدة لساء العالمين تأملوا حالها تأملوا حالها تتكلم مع أسماء تحدثها عن الحبشة وما فيها من أعاجيب وقد سرحت بفكرها فنظرت أسماء إليها قالت يا فاطمة ما لك أحدثك عن الأعاجيب وقد سرحت بفكرك تأملوا ماذا شغلها تأمل يا أمة الله ماذا شغلت تفكيرها قالت يا أسماء يا أسماء إنني أتفكر في حالي غدا إذا أنا مت إذا أنا مت وأخرجت إلى الرجال أحمل على النعش سوف يرونني لا إله إلا الله تحافظ على حيائها وتخشى على حيائها وسطر بعد موتها فإذا كان هذا حال الميت العثيفة الستيرة أين الأحياء أين الأحياء أين منهم الحياء انظروا إليها ماذا يظهر من جسدها بعد خمسة أكثاب وبعد ثوب يلقى إذا الرسالة لك يا أمة الله انظروا كيف انظري كيف فعلا استحقت أن تكون سيدة نساء العالمين فأصبحت ملكة في الدنيا وأنت تستطيعين أن تصبحين ملكة في الدنيا بحيائك بحجابك بسترك بحفافك وتكون بإذ رب العالمين ملكة في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عندما ليك مقتدر أتجاوز الوقفات وأتجاوز الصور حتى أصل أنا وإياكم إلى إجابة سؤالنا ما الفرق بيننا وبين الصحابة قلتها لكم شبر واحد لكن في جائزة جائزة عند الشيخ خاب يعطيكم إياها ماذا أعني بالشبر ماذا أعني بالشبر قال العالم الجليل الفرق بيننا وبين الصحابة شبر واحد الجائزة بأخذها أنا شبر بين القلب والبطن شبر بين القلب والبطن هم ملأوا قلوبهم ونحن ملأنا بطوننا هم ملأوا قلوبهم تقوى إيمان خشية رغبة رهبة خشوع إنابة ملأوا قلوبهم إيمانا وقربا من الواحد الديان نعم ملأوا القلوب ونحن ملأنا البطون بالمآكل والملذات والمشارب ولم نبالي أحراما كانت أم حلالا هذا الفرق بيننا وبين الصحابة ما وقر في قلوبهم الفرق بيننا وبين الصحابة المحبة الحقيقية المحبة للمولى جل في علاه ولرسوله عليه الصلاة والسلام تلك المحبة التي لا يقدم الإنسان عليها لا نفسا ولا مالا ولا أهلا ولا ولدا قال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله والله إنك أحب إليه من نفسي قال الآن يا عمر نعم الفرق بيننا وبين الصحابة البذل والعطاء الحقيقي بعض الناس والله استقل واستخسر أن يقدم ريالات قليلة خدمة للدين هم ماذا قدموا قدموا الأنفس قدموا الأرواح قدموا الأعراض قدموا الأموال وأيضا من الفرق بيننا وبين الصحابة النظر للباقية وليس للفانية نظروا إلى الأعلى نظروا إلى جنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والكثير من نظر إلى الدنيا الفانية هم همهم قصور تجري من تحتها الأنهار ونحن همنا بيوت تجري من تحتها أعزكم الله النجاسات والأقدار الحديث يطول أطلت عليكم أحبتي في الله وأخذت وقتي وقت غيري وكان وراء بودي أن أتحدث أكثر وأكثر لكن لعل ما قلت فيه كفاية أحبتي في الله المنهج الذي جعل أولئك رجالا هو بين أيدينا ما طرحنا هذه الإشارات إلا حتى يستبين الطريق يا من تريد العز في الدنيا والآخرة تريد التمكين في الدنيا والآخرة هذا هو الطريق طريق محمد عليه الصلاة والسلام سلكوا أولئك الرجال فأصبحوا بحق الرجال كالأعلام والله إننا ما قلنا لا إله إلا الله ولا صلينا لإله إلا بفضل ثباتهم وبفضل تضحياتهم وما قدموا للدين أسأل المولى عز وجل أن يحشرني وإياكم في زمرتهم الله محشورنا في زمرتهم يا رب العالمين الله ملنا نشهدك على حبهم فاجمعنا بهم في جناتك يا رب العالمين يا ذا الجلال الإكرام يا أرحم الراحمين ربنا نسألك يا الله كما بلغتنا أول رمضان بلغنا آخرة الله مبلغنا آخرة واجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين يا رب العالمين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا الله مو اكتب لنا في هذا الشهر الكريم العفق من النيران والفوز بالجنان يا رحيم يا رحمن الله معز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان سدد رميهم وآراءهم واجمع على الحق كلمتهم يا سميع الدعاء ربنا اجزي بالخير اجزي خيرا خير الجزاء من تسبب في جمعنا في هذا المكان من أكبر كبير له الفضل صاحب السمو إلى أصغر شخص وخلف الكواليس في هذا الملتقى اللهم بارك لهم في أعمالهم وأعمالهم وفي أوقاتهم وحرمهم على النار كما حرصوا على جمعنا في هذه الملتقيات المباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلاة والسلامة على المصطفى المختار نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي آل ياسين على هذه المحاضرة القيمة والنافعة ونودعه مستقبلين لساذ الدكتور السيد دياب دويدار ليبدأ المحاضرة الثانية في هذه الليلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة